منظر صورة للكياس اللي منتهية الصلاحية اتفضت اللي كياس اهي اتفضت وعشان يتغير صلاحيتها اتخذت الفراخ اللي صلاحيتها انتهت اللي وصل الاربع اضعاف الكميات اللي احنا عايزينها وبالتالي مكلناهاش شعب مكلهاش فخدوها وبقوا ضعاف النفوس بيغيروا اكياسها ويحطوها في اكياس تانية ويكتبوا عليها تواريخ تانية ده حصل اللي قدها من كده طب ديه ممكن نعرف اللي اكتر من كده ان في ناس تانية بدأت تطلع الفرخة دي من كسها المنتهية الصلاحية وتقطعها وتعملها اوراك وبنيهات وتأكلها لنا اذا استيراد الكمية الغير طبيعية دي مش مظبوط انا معايا فيديو هنا من الفيوم استسمح برضو استاذ علي يجيبهولي على الشاشة فيديو من الفيوم معايا وانا بتكلم برضو بعد اذنك هتهولي من غير صوت معايا شايفين يا جماعة المنظر ده في الفيوم طبعا من لا يشكر الناس لا يشكر الله احنا بنشكر الحمالات التموينية وبنشكر الشرطة على مجهودها اللي بتعمله عشان تلملم الفراخ منتهية الصلاحية اللي بيتغير اكياسها دي سبعين طن فراخ بس في الضبطية دي الضبطية اللي قدامكو دي سبعين طن فراخ سبعين طن فراخ عارفين دول معناهم ايه ده في الضبطية واحد سبعين طن فراخ معناهم ببساطة ان لو كل اربع مصريين بيأكلوا كيلو فراخ يعني الواحد بيأكل ربع كيلو يبقى هيكل السبعين طن دول ميتين وتمانين الف مصري اكتر من ربع مليون مصري هيكلوا فراخ منتهية الصلاحية بسبب ان احنا دخلنا كمية اكتر من اللي احنا محتاجان ليه ليه يا معا ليه 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 حضرتك تبيعها باربعه باثناشر جنيه ونص وانت مستوردها باربعه وعشرين جنيه الفرق ده كله حضرتك خسرت بيه ميزانية الدولة الفرق ده كله دولارات وعملة صعبة اهضرناها الفرق ده كله ناتج عنه دلوقتي اجهزة امنية وطب بطري ووزارة تموين بتجري ورا الفرق دي في كل حتة عشان تضبطها وتمسك ضعاف النفوس اللي دلوقتي بيعيدوا تعبئتها وبيعيدوا تقطعها تاني ويوزعوها على الشعب المصر يا جماعة والله العظيم تلاتة الفرق اللي طلع دي احنا هنعاني منها بعد كده الفرق اللي بتستورد بالكميات دي هنعاني منها بعد كده مش احنا اللي هنعاني منها احنا خلاص احنا خلاص احنا زمننا ولا اللي هيعاني منها ولادنا ما هي الولاد لما تاكل فرق زي دهية فرق دي انتهت صلاحيتها ورجعت تتعبت تاني ويوز ويوز لما ولادنا ياكلوها يعصر لهم ايه صعبان علي ولادنا والله الكمية كبيرة قوي اللي دخلت والاحتمال تخش بعد كده ليه احنا اتفقنا وخلينا نتكلم بالعقل ومن غير ما نهاجم حد ومن غير ومن غير ما يكون فيه بيننا وبين بعض كده حساسيات مفيش حساسيات بيننا والله احنا بنتناقش احنا قلنا ان مصر محتاجة 36 مليون فرقه في السنة حرتك دخلهم لي بس دخل لي 36 مليون فرقه تسد العجز وبس مش اكتر من كده صعبة دي يا جماعة مش صعبة وبعدين ال 36 مليون فرقه اللي هم عجزة عندنا استسمحك برضو ونصيحة الوجه الله ما تدخلهمش مرة واحدة تدخلهم مرة واحدة ليه ما تدخلهم على 3 اربع مرات يا مسؤولين الدولة والله ما بنانتقدكم وفيه فرق كبير بين الهجوم والانتقاد وبين اني انا اكون بنصحك بين ايه كويس انا بنصحك خد كلامي بصدر راحك ما تاخدهوش على اني ضدك انا مش ضدك انا معاك والله كلنا في مركب واحدة المركب دي لو غرقت كلنا هنقرق ولادنا هيأيو فلوس دولارات بتتهدر حرام عشان كده انا هنهي الفقرة الاولانية سريعا موسيقى موسيقى اشتركوا في القناة